خلال السنوات العشرين الماضية قدر قطاع الانبيض باللبنان يتطور بشكل لافت وزيد عدد المصانع من 8 إلى 40 مصنع حالياً وزيدت المساحات المزروعة بالعنب من 300 هكتار إلى 700 هكتار لتوصل الإيم الإجمالية لمنتجاتها الصناعة للـ 25 مليون دولار منهم 10 مليون من التصدير مؤتمر لدعم هالقطاع هالطارير بوقت عم يشهد قطاع الانبيض اللبناني تطور لافت من ناحية الإنتاج وحجم الطلب والتسويق تعاون بين مزارتين الزراع والخارجية لتشجيع الاستثمار به القطاع حيث خلال المؤتمر الثاني العالمي لنبيض اللبناني الأفاق في قطاع النبيض والقطاعات الزراعية واعدة أوروبا فتحت أبواب استيراد إنتاج لبناني الزراعي واستراتيجيتنا الوصول إلى يوم قريب نقول فيه إن زمن التخلي عن الإنتاج الزراعي قد ول وإن العودة إلى الأرض لازمة وملحة لمواجهة البطالة والحد من الهجرة وبناء منعة الوطن الاقتصادية بالإضافة للمردود الاقتصاد بيلعبها القطاع دور مهم بترسيخ الهوية والثقافة اللبنانية تحدي ثقافي طابعه ولكنه فريد في مضمونه كون لبنان هو البلد العربي الوحيد الذي ينتج النبيض بهذه الأبعاد الروحانية المشرقية والذي يحتاج ليعبر عن فرادته ودوره الإيجابي من ضمن المنظومة العالمية التي ترتسم اليوم للقضاء على داعش وكجزء من خطة زيادة التصدير السنة والأسواء العالمية بيقترح باسيل استهلاك أنينة واحدة بالسنة لكل لبنانة منتشر ليتضعف بالتالي إنتاج لمبيد من 7 مليون زجاجة للـ 14 مليون اشتركوا في القناة